موسيقى الانفصال أو الطلاق من أسوأ المراحل التي قد تمر بها المرأة لما يجلب ذلك لها من إحساس بعدم الأمان والفقدان كما يضعف ثقتها بنفسها ويجلب لها أفكارا سوداوية مأساوية وسلبية عن الماضي وذكرياته المؤلمة إنها مرحلة معقدة في حياة الأنثى يجب تخطيها بسرعة وبأقل الخسائر في هذا الفيديو الجديد من قناة الساحر سنقدم بعض الأمور التي تساعدك في تجاوز هذه المرحلة الحرجة موسيقى أولا البدء بحياة جديدة وتطوير الذات غالبا ما تترافق فترة الطلاق مع انكسار في شخصية المرأة وضعف في إرادتها وإحباط لعزيمتها لذلك يجب عليها العمل بشكل جاد وسريع على لمي فتاتي نفسها والبدء بحياة جديدة مستقلة وتطوير نفسها ومهاراتها كإيجاد عمل جديد أو ممارسة هواية تحبها والبحث عن ذاتها بهذه الطريقة يمكنها الابتعاد عن الأفكار السلبية والتفكير ببعض الإيجابية التي من شأنها أن تزيدها صلابة وتساعدها على اجتياز هذه المرحلة موسيقى ثانيا البوح والحديث مع أحد المقربين من المفيد جدا التنفس بحرية بعيدا عن الهموم المتراكمة في داخلك احرصي على جلسة فطفضة تبوحينا فيها بكل ما يجول في خاطرك لأحد الأشخاص الموثوقين المقربين بذلك ستشعرين براحة مطلقة تساعدك على النظر إلى ما تبقى من الحياة بإيجابية وطاقة أكبر ثالثا انظري إلى الطلاق بطريقة إيجابية حاولي أن تعتبر أن هذه مرحلة من حياتك وتجربة قد فشلت تعلمي منها حاول اكتشاف الأخطاء التي قمت بها وتفاديها خذ عبرة من تجربتك للأيام المقبلة وانظري إلى مستقبل أكثر رابعا البعد عن الماضي امسحي من ذاكرتك الأفكار القديمة المتعلقة بالماضي بسلبياته وإيجابياته وابتعدي عن التفكير بالأسباب والتفاصيل المتعبة التي ترهق الذات وتضعف النفس وتجلب الحزن كوني أكثر عملية وفكري بمستقبل آخر بعيدا عن القديم البالي والآن جاء دورك عزيزة المشاهدة اكتبي لنا في التعليقات هل لديك نصيحة أخرى تساعد في تحقيق الراحة بعد الانفصال؟ ترجمة نانسي قنقر